اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسماوات المجاهدة هذا حصن مهم للغاية المجاهدة فهنا نفس تنازعك وهنا شيطان يغرك وهنا نفس وهنا دنيا تكذبك وهنا هوى يميل بك إلى الخلود والراحة والكسل والخمول كما قال القائل اني ابتليت بأربعي ما سلطوا علي إلا لشكوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي هؤلاء جميعا ينازعونك في الخير يريدون بك الهلاك وأنت تريد النجاة فينبغي على الإنسان أن يكون عاقلا وأن يبقى متيقظا أن يكون فطنا وأن يكون بصيرا وأن لا يترك الطريق يثبت قدميه ويجاهد يجاهد حتى لا يقع يجاهد حتى يثبت على الطريق ويظل عليه لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يتزحزح ثابت على طريقه إن لم يستطع التقدم فحسبوه أنه على الطريق وقد وعد الله تبارك وتعالى الذين يجاهدون أنفسهم للثبات على طريق الله بالهداية قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حسبك شرفا أن تموت وأنت على طريق الله أن تموت وأنت على الطاعة تحاول وتجاهد في نفسك الأمارة بالسوء أو نفسك اللوامة لك إذا فعلت طاعة لا متك عليها وإذا فعلت معصية لا متك عليها تجاهد حتى تبقى على الطريق وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا عظة وعبرة جليلة جميلة في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة وأراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصابه المرض ومع ذلك لم يرضى بأن يبقى في مكانه وألح على أبنائه أن يخرجوه على الطريق حتى يعني لو مات يموت في طريق الهجرة فيكون قد مات على الطريق في طريق الطاعة في طريق الهجرة في طريق غايته مات على هدف وبالفعل خرج الرجل وفي منتصف الطريق تقريبا حضرته الوفاة وأيسى مما بعدها يعني ما كان عنده أمل في أنه سيعيش علم بأن هذه الخاتمة ما كان يرجوه من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة لله عز وجل من مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع هنا في منتصف الطريق فما كان منه إلا أن رفع يده وضرب بها على اليد الأخرى وقال اللهم هذه بيعة لك اللهم هذه بيعة لنبيك اللهم بلغ عني نبيك وبلغ الله تبارك وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونزل أمين وحي السماء ورسول رب العزة والكبرياء جبريل عليه السلام بآية في القرآن الكريم هي بشرى لأهل المجاهدة بشرى لأهل المجاهدة إلى قيام الساعة تخبر هذه الآية بأن هذا الصحابي الكريم كتب الله أجره بل كتب الله له أجرا عظيما يليق بالله تبارك وتعالى بعظمته وجلاله حتى إنه لعظمه لم يخبرنا الله عز وجل به يعني لا يمكن لنا أن نتصور هذا الأجر لأنه عظيم جدا قال الله تبارك وتعالى في ذلك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ما معنى فقد وقع أجره على الله يعني على الله مكافأته تخيل الباسط سبحانه وتعالى الجواد الكريم سبحانه وتعالى ماذا سيكون الأجر الذي يعطيه له لا شك أنه فوق تصور الإنسان وفوق تخيل الإنسان فلذلك يعني أبهمه عنا ربنا سبحانه وتعالى كما قال الصوم لي وأنا أجزي به ذلك لأن الصوم أيضا مجاهبة مجاهدة الإنسان نفسه ضد الطعام ضد الشراب ضد الشهوة مجاهبة ولهذا وقع في كلام الله تبارك وتعالى الذي نقله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لم يسمي الله أجرا معينة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تخيل فوقع أجر هذا العبد المجاهد على الله والأجل هذا ينبغي للإنسان أن يفطل هذه المسألة بحسبه أن يموت على طريق الله هل وصل إلى الغاية هل وصل إلى النهاية هل حقق الهدف هذا ليس بلازم هذا ليس من شأنه نما هو من شأن الله تبارك وتعالى إذا وصل فالحمد لله وإذا لم يصل فحسبه أن يموت على طريق الله عز وجل مجاهدا صابرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببشارة عظيمة مرة كان في غزوة تبوك وهي بعيدة جدا عن المدينة ولم يستطع الصحابة جميعا الخروج حتى بعضهم جاء يطلب أن يحمله النبي وبعضهم جاء يعتزر لضعفه وهكذا ففعلا كان أناس فقراء وضعفاء ومرضى موجودون في المدينة نبي عليه الصلاة والسلام في عودته قال للصحابة هذه البشرى قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قالوا يا رسول الله وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قال نعم المؤمن خير من عمله الذي يترجمها أكثر من حديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وقد ذكرنا قبل ذلك حديث إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما فسلط علمه على ماله فهو يتقي فيه ربه ويعرف لله في حقه ويعطي ويفعل أفعال الخير ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فكان ينظر إلى هذا ويقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته يعني كتب له الأجر بنيته فهو بنيته فهما في الأجر سواء فهما في الأجر سواء يعني نال أجره كاملا بمجرد النية فالإنسان يمكن أن يحصل الأجر كاملا وإن لم يصل إلى الهدف بحسبه أن يجاهد على طريق الوصول إلى الله عز وجل وأن يثبت يرى الله تبارك وتعالى منه الصدق وربنا سبحانه وتعالى يعلم بضعفنا يعلم بأن الإنسان خلق ضعيفا وأن عدوه أخبر منه وأعلم منه وأكثر تجربة منه وأسن منه شيطان هذا يعني عاصر الأنبياء وعاصر الصالحين حضر مجالس العلم التي ألقاها الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون وعنده من خبرات مع الإنسان في أحوال شتى في السر وفي العلانية في الصلاح والفساد في الطاعة وفي المعصية ما به يتأهل لأن يغري أي إنسان إلا من عصمه الله تبارك وتعالى منه ولذلك عذر الله تبارك وتعالى الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء يمكن أن يقع لكن لا ينبغي أن يرضى بالوقوع بل يقوم مرة أخرى ويحاول مرة أخرى ويجاهد مرة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون وخير الخطائين التوابون وهذا هو معنى المجاهدة للإنسان يقع فيقوم ما من مسلم أما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر وهذا هو حصن المجاهدة نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يقطعنا من المجاهدة أبدا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين